بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري من أعظم المناجات بطلب الحوائج والتي لا ترد وجربها الكثير من العلماء فقالوا سبحان الله ما قرأناها إلا مرة واحدة وإذا بحوائجنا تنتهي بالفرج وبالفرح والسرور وسريعا نرى أثر الإجابة هذا الدعاء هو للإمام الجواد عليه السلام في طلب حوائجه شخصيا يقول جدير من أمرته بالدعاء أن يدعوك ومن وعدته بالإجابة أن يرجوك ولي اللهم حاجة قد عجزت عنها حيلتي وكلت فيها طاقتي وضعف عن مرامها قوتي وسولت لي نفسي الأمار بالسوء وعدو الغرور الذي أنا منه مبلو أن أرغب إليك فيها اللهم وأنجحها بأيمن النجاح واهدها سبيل الفلاح واشرح بالرجاء لإسعافك صدري ويسر في أسباب الخير أمري وصور لي الفوز ببلوغ ما رجوته بالوصول إلى ما أملته ووفقني اللهم في قضاء حاجتي ببلوغ أمنيتي وتصديق رغبتي وأعذني اللهم بكرمك من الخيبة والقنوط والإنات والتثبيت اللهم إنك مليء بالمنائح الجزيلة وفي بها وأنت على كل شيء قدير بعبادك خبير بصير يقول علماؤنا الأعلام ومنهم آية الله سيد إبراهيم الزنجاني ما قرأه أحد إلا وقضيت حاجته في نفس اليوم والليلة هذا ما ورد في كتاب بحار الأنوار في الجزء الرابع والتسعين وكذلك في مواجد دعوات صفحة 358 برنامج صباحات والأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام